شهدين الثمانة صباحا وعيدنا مع موجز الأهم الأنباء مع دينا شرفت تفضل يدي شكرا لك جمعنا الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه رئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة جهود تحسين خدمات الكهرباء للإسخدامات المختلفة في جميع محافظات الجمهورية وخلال اجتماع مع رئيس الوزراء ووزيري الكهرباء والمالية ورئيس هيئة الشؤون المالية لقوات المسلحة وجه رئيس السيسي بالعمل على تحسين قدرة الشبكة القومية على استيعاب زيادة الاستهلاك المتوقعة في ضوء النمو السكاني وبرامج التنمية وأوضح متحدث الرئاسة أن الاجتماع ناقش تطور الأعمال بمشروع محطة الضبعة للطاقة النهوية وبرامج إنشاء بنية التحتية الكهربائية بالمدن الجديدة كما تناول الاجتماع مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار أكد بدر عبد العاطي وزيري الخارجية والهجرة وشؤون المصرين بالخارج درورة تعزيز العمل الدولي متعدد الأطراف في مواجهة التحديات الجسام التي تلقي بظلالها على الدول النامية وتؤثر سلبا على مسعيها نحو تحقيق أجندة التنمية لعام 2030 جاء ذلك خلال كلمة لوزيري الخارجية في قمة المستقبل والتي تعقد على أهامش اجتماعات الشق رفيع المستوى للدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة وقدد عبد العاطي على ضرورة تمويل التنمية وإصلاح هيكل النظام المالي العالمي وتوفير سبل التنفيذ ونقل التكنولوجيا والدفع بالتعاون الرقمي بالإضافة إلى دعم جهود الدول الإفريقية لمواجهة الأثار السلبية لتغير المناخ جدد وزيري الخارجية والهجرة وشؤون المصرين بالخارج بدر عبد العاطي تأكيد تكتيف مصر جهودها لتدليل الصعوبات أمام انتقال شاحنات المساعدات عبر المعابر التي تربطها بالسودان وخلال لقائه مع نظيره السوداني حسين عوض وذلك على أهامش مشاركته في اجتماعات الشق رفيع المستوى للدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيورك أكد عبد العاطي أهمية نفاذ المساعدات بما يلبي احتياجات الشعب السوداني الشقيق معربا عن تقديره لاستجابة مجلس السيادة لطلبات أطراف محادثات جينيف لفتح معبر أدري أمام المساعدات الإنسانية هذا ونقش وزير الخارجية مع نظيره السوداني مسألة الأمن المائية المشترك لدولتين مصب نهر النيل مصر والسودان والتحديات ذات الصلة التي تواجه البلدين والاتفاق على خطوات التنصيق المشترك لمواجهة أي تحركات أحادية لا تتفق مع قواعد القانون الدولي بما يحفظ حقوق ومصالح البلدين والشعبين تبادلت إسرائيل وحزب الله اللبناني القصف العنيف على طول الحدود وأوضح بيان لحزب الله أنه تم قصف موقع رادار إسرائيلي بالمدفعية في مزارع شبع المحتلة وكذلك استهداف دبابة مركبة بصاروخ موجه في موقع المرج وأضاف الحزب أنه تم استهداف أيضا مجموعة من الجنود الإسرائيليين شمال إسرائيل وفي الوقت نفسه أعلن جاش الاحتلال تنفيذ عدة غارات استهدفت تمركزات لحزب الله في جنوب لبنان أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن قلقه إذا تصعد التوتر في الشرق الأوسط وأضاف بايدن أنه سيفعل كل ما بوسعه لمنع اندلاع حرب أوسع في الشرق الأوسط مشيلا إلى أن واشنطن تضغط بشدة بهذا الاتجاه أعربت وزارة الخارجية عن خالص التعازي والموسال لحكومة والشعب الإيراني في ضحايا حادث انفجار منجم للفحم في محافظة خرسان مما أصفر عن وقوع أعداد كبيرة من الضحايا والمصابين وتقدمت وزارة الخارجية بأصدق التعازي والموسال لأسر الضحايا وثمنت الشفاء أو تمنت أيضا الشفاء العاجل لكافة المصابين وصلت المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان فعليتها الميدانية المجانية في جميع أنحاء الجمهورية بتقديم ما يقرب من 9.3 مليون خدمة وأقدمت فعليات المبادرة خدمات حكومية مجانية للمواطنين منها 165 خدمة ضمن أنشطة وخدمات تمكين وتدريب المرأة بإجمالي 77.533 مستفيدة كما تم توزيع 25 طن لحوم بإجمالي 20 ألف أسرة و100 ألف مستفيد ألوة على 230 ندوة توعوية وتثقيفية بالإضافة إلى 14 قافلة توعوية وذلك في إطار تنفيذ محاور المبادرة الرئاسية لتطبيق الحماية الاجتماعية ودعم الأسر الأكثر احتياجا ختم مجزء الثامنة فاصل ونعود لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر ترجمة نانسي قنقر